بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صباح الخير لبنات كيف ديرين لبس عليكم بخير هانين ان شاء الله يلقاكم الفيديو انتم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال مرحبا بكم لبنات في فيديو جديد ونهار جديد ورشمة جديدة وموديل جديد كان بغي نشكر لبنات اللي معايا في القناة كان شكركم بزاف على التعريق ديلكم الزوينة على اللي لايك ديلكم على الوقت اللي كتضيعوا انتم ما كتشاهدوا الفيديو شكرا بزاف 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 كان قول لبنات جداد مرحبا بكم والف مرحبا نتمنى ان شاء الله تعجبكم لاشين ويعجبكم هذا الفيديو اللي كان نزل لكم يكونوا ان شاء الله في المستوى اللي انتم ما كتطمحوا ليه اليوم عندنا موديل جديد كيف ما شفتوا في بداية الفيديو عندنا هاد الرشيمة اللي هي في الحقيقة بليد مخدومة لكن انا مولاة بغيت نطبقها لها بالماكينة فغان نحاول غادي نجاهد ونحاول ونشوف كيفاش غادي تخرج ليه شنو غا نقدر ندير فانا خدمتها التوب كريب اللون باج خدمتها في اللون ديالتوب ودرت ليها هادوك هي مخدومة فيها الوريدات بسدوار المرمى وفيها الغرزة الفرنسية انا غنخدمت دوار المرمى الوريدات بسدوار المرمى باللون ديالتوب والغرزة الفرنسية غنديرها بحل سد بصم البرونز نتمنى ان شاء الله تعجبكم الرشيمة وانتو ما كتسمعوا لها فيديو ايش غنقول لكم فين خليناها فين خليناها في المسكي ديالنا خليناها من اللي انتيا بديتي كتفكري افكار وبديتي كتديري خوطط اللي هادوك سيد مبقاش كين في البروغرام ديالحياتك ولا عندك بروغرام خاص بيكنتي وليداتك نقطار جاستر ولكن اختي انا غنقول لك الولاد اطلاق محتاج تخطيط محتاج تخطيط محتاج تكون عندك بليدات حاسك تخدمي عقلك تلغي العاطفة بشكل نهائي بشكل نهائي تلغي العاطفة ديالك وتخدمي فقط عقلك فقط عقلك لا اكتر ولا اقل تهدني ما تعديش تعصبي من اللي اخلاص اصلا من اللي كتوصلي لهذا المرحلة وكتولي تحلمي فيما بعد هذا الراجل سبحان الله كتولي تحسي بحلة وانك فيه نصف يتفكيتي منه وكت هذا الاحاسيس ديالك كتولي مرتاحة وكتولي مرتبة فهمتيني المهم هو دبا ما الي كتوصلي لهذا المرحلة شنو خاص قديري باش 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 ان شاء الله تخرجي منه اللي احنا بدون خسائر كبيرة الخسائر ركينا كينات طلقة مغيمكنش غدي نقوله طلقة نجاح هو فشل ديال علاقة ماشي فشل ديالك ولكن فيه الخسائر ما يمكنش نقوله اربح هو في الخسائر عاو كان تنحاول نقل الخسائر بما أمكن أنا غادي نقول لكم هو يجلي غنقولهم بحلة نقولهم لشي أختي بنتهم ميبويا أو لبنتي أول حاجة أختي خسكت ديري خلاص احنا سنضروع لها الشخصية مليت تكوني مزوجة براجل شخصية مضطاربة يا إما النرجيسي يا إما سايكوباتي يا إما مزوخي راجل اللي العيش معاه لا تطاق فهذا حتم اللي تريد تطلقي أرى أكيد ترفيك شي حويج لما أمرك تخيلهم أما راجل اللي تقدري تطلقي منه ما تخافيش يعني تتحسي بالآمان حتى أنت تطلقي منه سمحي لي أختي هذا نقول لك هذا نخصكش تطلقي منه أصلا احنا سنضروع على الشخصيات المضطاربة اللي كي يمرضوك في حياتك فعمل لي ستكوني بغى تطلقي من شخص بحال هذا ستقديري بحسابه فهمتي بتكوني ذكية وتخدمي عقلك أول حاجة أكثر نقولها لك بحالة نقولها لبنتي لي أو لتمنكر شي عندك شي دهيب أختي خرجيه من تم سيفطهل داركم ما يبقاش عندك هذه أول حاجة ثاني حاجة تصيوراتك تصيورات ابنياتك تصيورات وليداتك أي حاجة تخصك خاصة تحاولي تخرجها من تم الحالة المدنية تحيي دائما تم تمشي لداركم اسميتو تخصك إثباتات فاشني أنا من غير توصلوا لمحكامة أراها أخصين محكامة ما كتصنطش للهضرة أرا ما كيسمعوش الكلام أرا المحكامة ما كيتهضرش في فهمك لها المحكامة كيهضروا في أختي الوراق الوراق هم اللي كيهضروا باش تضمني واحد واحد نفقة محترمة لوليداتك خصك أي حاجة عندك هات السيد عنده شي ممتلكات خصك عنده شي كاري شي محلات خصك تكوني سكرين يالعقود ديال الكرة يكونوا عندك بيرولو الفيديو البنك ديال ويكونوا عندك أي ورقة تخطي بهدوء بعقل بشوية بتابات فأنتيني تعرف ليش نو كديري خطوة بخطوة بشوية بشوية ونكون مادنا ونظر معه طبيعي وكأنه شيئا لم يكن ناكله ناكل معه عادي نشرب معه عادي كيفما هم تتصرفوا راه ومو الراجل تيكون معه شنو كي يدير العجب ويجي يدخل بحل ملك بحل ملك وهو راه خارج الظن قدير فيه عجب العوجة السكساتية تخدمي عقلك علش حيث ممكن يخدموش لها طيفة ممكن يخدمو عقلهم انتي من اللي وصلتي لهذا المرحلة ديال انك بغا تزي ولادك وتزي في حالاتك خاصة تلغي العاطفة وتخدمي بعقلك أي ورقة أي ورقة كيفما كان نوعها خاصة تدير لها سكرين وتكون عندك دهيبك يمشي لداركم الصيورات يمشي لداركم الحال المدنية لولداتك ستحلي في أي ورقة لم يبغيش يعطيها لك حال المدنية يخصك الطيران من تما توصلها لداركم أي وو مهم اللي تتكوني بعدها هاد الحويجات هاد الحويجات تتكوني درتيهم وتكوني انتي في المقابل بديتي هذا عندك شي صناعة وما شئ غادي نقول تدير تخدمي ولكن غير حيث ملت تتكوني واقفة واحد المودة لم تتحركيش حقلك لم تتحركيش يديك لم تتحركيش اسميته رب حالك تنسي يخصك جديد جديد لأي صنعاء أي حرفة تبدأي تنمي راسك وتنمي قدراتك وتنمي المعرفة ديالك وغا تشوفي أصلا بعدها هاد طرز من اللي بغيت نرجع حيث وقفت 16 عام تش بغيت نرجع لقيت بزاق دي الحويج بتلو رادرت تقريبا 4 شهور ولا 5 شهور وأنا غير غير تنرجع في الداكيرة ديالي وكن نمي بزاف دي التقنيات دخلوا أنا ماكنش ماكنش عارفاهم بزاف دي الحويج دخلوا للسوق أنا ماكنش كينة في السوق فهمتيني يعني أي مجال كان عندك كنتي كانت خدمي أو كنتي معلمها أو حرفة أو كيف ما قالت قبيلة هذا عندك شي ديبلون تحاول تنمي الدخل للسوق دبرا اليوتيوب تبارك الله تليفون كل شي فيه عجب العجب كان في التليفون تحاول الدخل تديري كورسات في التليفون تديري تداريب في التليفون تعلمي لأي حاجة نمي يراسق ونوجد هذ الحويجات اللي قلت لك نوجدهم ديرهم تحتي ونطلب الله يفقني معاه فهمتيني طلب الله يفقني معاه وغايدر لك ربي مخرج ومن اللي غايدره لك غايدره لك غايدره لك ان شاء الله اللي غادي تغترتاح شي وحدة عاشت في القهرة من اللي غايتفكم من ديك القهرة غايتتحسي بالراحة كوني على يقين غايتحسي بالراحة حاجة اخرى اللي مهمة ضروري خصك تديري بحسابها عندك اختي ولداتك وياك ثم وياك ثم وياك ثم وياك تديري في العقل ديالك انك يتهزي ولداتك وتمشي لداركم وتعولد بلسيتا مديمة وخا تكون عائلتك اللي عمرها سمعتني وخا تكون عائلتك مرحبة اراه مع عمرك غايت ترتاح انت ولداتك تقدري تكون بحل محطة تقدري تقلسي فيها 4 شهر 5 شهر 6 شهر عام الماكسيم وعام وتكون مخطر انك تستقلي مع ولداتك وخلا يجعلك ما تكرر غير بيت بيت وتقلسي في مع ولداتك وتخدمي خدمتك وتأكل وتشرب ودك داركم من اللي غادي ترجعي لانتي بووحدك تتحسي هذه مسألة طبيعية ما فيها بدون حساسية من اللي كتكون لوحدك تزوج خصصا فيش كتطول في الزواج وترجع لدارهم مر تتحسي بالغربة في داركم تتحسي بالغربة هذه غير انتية وحسب الله أختي وليداتك بغايت يسديهم لداركم وراما يقدروا فيستحمله الولدات يجبون الاستقلالية يجبون دارهم يجبون فيها اللي يجبون إلا انتي بغيت تصبر وقدرة تستحمله تعيش في داركم ولادك لا يستحمله يعني يجبون تكون دير الحوي في عقلك ديري بحساب ولادك لا يمكن انت تتلقي وتفكر غير في عصك يجبون تفكر تفكر تفادي الولاد لا يمكن نضيهم لدار عائلتي ولو يكونوا عائلتي مرحبين ولادك تبغيوا الاستقلال يدي يعني يضنط تخص تكون تديري بحساب هم زيان وتفكر في هم زيان وتخطي وغيجيب لك ان شاء الله ربي غيسخر لك ربي الشجر والحجر كوني على يقين بشريط تكون انتي مظلومة تكوني شمعدية مش للراجل على العلاقة بصفة عامة لان اش غنقول الله سبحانه وتعالى من اللي كان هذا من اللي كان بغيجي تزوجه كان كتب واحد العقد هذك العقد اسمته الميتاق الغاليد علش سماه الله الميتاق الغاليد حيث ها انتي شوف مثلا ده بغيش دار او بغيش عمارة او بغيش بلاد او بغيش اي حاجة اسمته عقد لكن العقد الزواج اسمته الميتاق الغاليد علش لان احنا كنديرو عقد مع الله سبحانه وتعالى قبل ما سنديرو مع ذاك الشخص اللي غن تزوج به تنعاهد الله سبحانه وتعالى ان نحنا غن تزوج وبناء على ذاك الزواج وبناء على ذاك العقد اللي تنديرو قدام الشهود والله سبحانه وتعالى باسم على سنة الله ورسوله كنلتازم بان هذيك العلاقة غنلتازم فيها وبناء عليها الله سبحانه وتعالى غيخلق واحد الباشار اللي احنا غن كون مسؤولين عليه كأب وكأم فهمتي هذي شي علش الله سماه الميتاق الغاليد هذي الميتاق الغاليد كيخلق ربي بنادم على حساب هذك الميتاق الغاليد فاللي خان هذك الميتاق الغاليد واللي كان السبب باش هذك الميتاق الغاليد يعني يتفك ارى ما غدوش لي ساحية نهائيا ما غدوش لي ساحية طلقي اختي الى كان هذك الراجل بالمعقول بالمعقول قاهرك ومخليش لك تنتعيش اما تكون غير تتخنتي وبغير تشتي ولادك اراها اختي ما غدوش لك ساحية مع الله قبل منه هو الله سبحانه وتعالى ما غيدو بوزهاش لك ساحية هذا مكان يعني انسان لان هذك اي وحدا كلمة جوج ميقاش بصير وتموت تقول بغير تنطلق حشوما حرام الولاد مش يتي يلعبو بهم الناس خلق وربي واحد البشر انتي مسؤول عليه خاص يكون نعيش في استقرار حتى يوصل لذلك المرحلة 18 عام لسن البولوغ ويكون قادر على رأسه ممكن شنو ولد 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 صغر ونشت هم غير حتى أنا حسي تقول لي كلمة ولا جوج نحن 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 على الإهانة الدائمة على التقصير الدائم على الحويج على القهر بكل ما تحمي الكلمة من معنا من اللي توصل لمرحلة القهر فارب يرا أكيد ما يرضى لك بالدل الله سبحانه وتعالى ما يرضى لك بالدل وغض يعاونك وغض يوقف معاك حتى تتوقفي على رجلاتك ولكن دائما نشد ونشد في حبل الله سبحانه وتعالى ما نخافوش هذه أول حاجة ما تخافيش تخافيش أختي ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش ضالما ما تخافيش ربي غيبقف معك يا الله اليوم وقي لك اطرت عليكم من هدرا بزاق سمحوا لي بزاق بزاق نتمنى إن شاء الله تستفدوا موالو القليل من هدش اللي قلت في هد الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في تالفيديو جديد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة